انطلقت اليوم المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك تنفيذا لتوجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لفلسطين تتضمن القافلة أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي